الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلبة سنة الرابعة متوسط ما زلنا معكم في سلسلة التصحيحات تصحيح الاختبار الأول إذن وصلنا إلى التمرين الثالث انتبهوا معي التمرين الثالث هو عن النشر والتحليل إذن يقول السؤال الأول لتكون عبارة آل مكتوبة على الشكل 4x-3 لكل مربع ناقل زائد 3x-4 لكل مربع يقول السؤال الأول أنشر وبسط عبارة آل إذن أولا قبل ما نبدأ في الحل مباشرة نلاحظ أن الآل عبارة عن مجموح مربعين يعني هنا نطبق المتطبق الشهيرة هنا الثانية وهنا الأولى إذن وشحة تديروكي ما مديت لكم في النصائح راح تكتبوا الجداءات الشهيرة تعكم الأولى والثانية على جنب هكذا بمثل هذا الشكل أو في ورقة المسودة باش تشوف باش ما تغلطوش في التطبيق إذن أولا هنا آل تاعي وراعي الترتيب إذن هنا راح نستعمل المتطبق الشهيرة الثانية هي على شكل A ناقص B مربع تساوي مربع الأول ناقص ضعف الأول في الثاني زائد مربع الثاني يعني بنتهم بين المتطبق الشهيرة الأولى والثانية بنتهم فقط الإشارة هنا تكون ناقص عندما يكون A ناقص B وهنا تكون زائد زائد الأطراف الثلاثة عندما تكون A زائد B لكون مربع إذن فلنبدأ على بركة الله إذن آل تاعي يصبح آل يساوي إذن نطبق إذن مربع الأول اللي هو نفتح قوس إذن مربع الأول اللي هو 4X الكل مربع ما تكتبوش 4X مربع لا 4X الكل مربع ناقص ثنين مضعف الأول في الثاني الأول هو 4X في الثاني اللي هو 3 ثم زائد تابهوا معي زائد مربع الحد الثاني اللي هو 3 الكل مربع ثم نغلق القوس انتهت زائد نفتح قوس آخر هنا أطبق المتطبق الشهيرة الأولى إذن مربع الأول اللي هو 3X الكل مربع وليس 3X مربع زائد مضعف الأول في الثاني يعني 2 في 3 في 4X أخيرا زائد مربع الثاني اللي هو 4 مربع كتبوه هنا يا 4 مربع إذن الثاني ركزوا معي الثاني رح يساوي لي إذن 4X الكل مربع رح يقول لي 4 مربع يعني 4 في 4 16 X في X X مربع يعني نمشي لكم بالخطوات البسيطة ناقص الآن 2 في 4 8 8 في 3 12 في X ناقص 12X زائد 3 مربع 3 في 3 زائد 9 زائد هنا كين زائد إذن نحن أقوص إذن الزائد لا يؤثر على ما داخل القوس إذن 3X الكل مربع هو 9X مربع زائد 2 في 3 6 6 في 3 24 24 نتابع زائد 4 مربع زائد 16 ثم هنا ما علي إلا إذن أن أبسط العبارة إذن وش عندي نبدأ بالX مربع رحضوا معي نبدأ دائما بالعامل تاع X مربع 16X مربع زائد 5 زائد 9 X مربع وش يمدلي إذن نبدأ نتابعوا معي فقط هنا عفوا هنا 2 في 4 8 8 في 3 24 وليست 12 أعتذر إذن هنا 24 24 أعتذر هنا 24X ثم نتابع إذن 16 X مربع زائد 9 X مربع شحل تمدلي إذن أل تاعي نساوي 25 X مربع ثم زائد نقول العوامل تعي X نقص 24 زائد 24 0 X ثم نتابع الأعداد زائد 9 زائد 16 زائد 25 زائد 25 إذن أخيرا خرجت عبارة L مبسطة لهذا هو النشر والتبسط إذن نتابع السؤال الثاني إذن قلت السؤال الثاني يطلب حساب L من أجل X يساوي ثلاثة إذن تابهوا معي مثل هذا السؤال كيف رح نجاوب عليه إذن إحنا عدنا X يساوي ثلاثة أرقزوا معي إذن L رح يساوي 25 في ثلاثة أسنين زائد 25 نتابع الثاني رح يساوي 25 في ثلاثة أسنين 9 زائد 25 أخيرا كي نجمع الأعداد هادو نلقا طبعا رح نلقا 250 250 250 إذن قيمة L عفوا قيمة L من أجل X تساوي ثلاثة هي العدد 250 ننتقل على بركة الله للسؤال الثالث انتبهوا معي للسؤال الثالث يقول سؤال ثالث حلل عبارة إلى جداء عاملين يعني رح نكتبها على شكل جداء عاملين لاحظوا معي هنا وش مدنا مدنا 16X مربع نقص 27X زايد 9 ناقص 2X زايد 1 في 4X ناقص 3 احنا في درس النشر عرفنا ان لتحليل اي عبارة جبرية لدينا طريقتين الطريقة الاولى هو استعمال العامل المشترك استخراج عفوا العامل المشترك والطريقة الثانية هي استعمال متطبقة الشهيرة ان نبدأ بالمتطبقة هل استعمل هنا متطبقة الشهيرة نعم استعملها نستعملها في هذه ولكن ما نستعملش في الفرق بين حدي اذا ما بقت لي غير طريقة استخراج العامل المشترك اذا رح نقول في بالي ذكاء مني رح نقول العامل المشترك سيكون اما هذا العامل 2X زايد 1 او هذا العامل يعني ما كاش فرضية اخرى معلش اكمل اذا هل هذا العامل او هذا العامل موجود في العبارة 16X مربع 24X زايد 9 لا حسب ما يبدو لا ولكن كنا كنا نبدلوه بطريقة اخرى رح يبان لهذا العامل يا هذا العامل يا هذا العامل تبهوا معي 16X مربع 24X زايد 9 ولاحظ انها ثلاث حدود وبينتهم ناقص اذا رح نفكر نرد هذه العبارة على شكل A ناقص B الكل مربع ولكن اين هو الA اين هو الB اذا هذا هو السؤال كيف حالتين كيف نلقو هذا التمرين اولا الحالة الاولى الى كنتوا تلاحظوا هذا 16X مربع ناقص 24X زايد 9 ما هو الا ونقول السؤال الاول هو هذا لانا كين شرنا 4X ناقص 3 لكل مربع مدلنا 16X مربع ناقص 24X زايد 9 هذا اللي عندهم الملاحظة القوية رح يلاحظوا باللي هذا هو نفس هذا 4X ناقص 3 لكل مربع اما اللي ما انتبهوش ان هذا يعني 16X مربع ناقص 24X زايد 9 ما انتبهوش انه هو نفسه 4X ناقص 3 لكل مربع واش رح يدير رح يدير الطريقة التالية رح يقولوا باللي هناك ثلاث عوامل اذا عندي متطابقة شهيرة ثانية ولكن كيف استخرج ا كيف استخرج بي اذا 16X مربع انا عندي هو ا مربع لان متطابقة الشهيرة الثانية هي ا مربع ناقص 2AB زايد بي مربع اذا رح اكتب ان ا رح نقول باللي في المسودة طبعا رح نقول 16X مربع هو ا مربع اذا اكتبهو لكم على جن على ان هذه هي المسودة نكتب ا مربع يساوي 16X مربع ونكتب ان ب هو العدد 9 اذا ا ماذا يساوي رح ندير جذر هذا اذا ا هو جذر رح نعلمكم طريقة كيف تلقوا من هذا الكتاب الى كتابة متطابقة شهيرة ولا او ثانية اذا ندير جذر ا ماشي مثلي جذر 16X مربع وجذر 16X ما يساوي جذر 16 هو 4 وجذر X مربع هو X اذا هذا يساوي 4X اذا نكتبه نكتبه هو 4X ناقص على بل بليكين ناقص بين اذا هنا B مربع فون B مربع تساوي 9 اذا B ماذا يساوي رح يساوي جذر 9 اذا جذر 9 هو 3 اذا نكتب ناقص 3 الكل مربع علي فقط ان اتحقق ان 2 ناقص 2 في 4X في 3 هو نفسه 24X اذا لنتحقق 2 في 4 8 8 في 3 24 اذا هذه هي الطريقة باش نلقاو من هذه العبرة الى هذه العبرة اذا نكمل ناقص اذا نكتب ناقص 2X زيد 1 في 4X ناقص 3 اذا ماذا نلاحظ خلاص سهلة المهمة نلاحظ ان هناك عامل مشترك هو 4X 4X ناقص 3 و4X ناقص 3 وش رح ندير رح ننحو كعامل مشترك ركزوا معايا اذا اتعي ماذا يساب نح 4X ناقص 3 كعامل مشترك الان المشكل عندهم يقول وش حال يبقى هنا هنا ممكن ان اكتب هذا العبارة 4X ناقص 3 في 4X ناقص 3 ناقص 2X زيد 1 في 4X ناقص 3 اذا في الحد الاول كي ننح هذا الطرف 4X ناقص 3 هنه نغطي ليه وش يبقى ليه يبقى ليه جيد 4X ناقص 3 ناقص خليه كما هو ثم نح هنا 3X ناقص 3 وش يبقى ليه يبقى ليه 2X زائد 1 ولكن حذاري دير الاقوص لان الناقص يغير كل شيء نتابع اتعي ماذا يساوي نخليه 4X ناقص 3 ثم هنا فقط نبسط 4X ناقص 2X ثم ناقص 3 هنا ناقص في زيد 1 ناقص 1 إذن ناقص 3 ناقص 1 ماذا هل تولي لي هل تولي لي ناقص 4 إذن أتمنى أن يكون مفهوم للجميع إذن هذا هو التحليل عبارة في الأخير أتمنى لكم التوفيق والنجاح في الامتحانات التعكم وأستودعكم الله الذي لا تضع ودعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى فيديو آخر إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر